اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومكائد قريش بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أمور المدينة وينظم جوانب الحياة فيها ويرجو أن يجد فيها هو والمسلمون مكانا آمنا يعملون فيه بدينهم بغير معارضة أو استفزاز إذا فوجوا وبمكائد قريش تريد القضاء عليهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم غلاص دين مدينة منبرو سنيت وكان آمنت وعبادتهم لما أرصد باو دينهم وحياتهم من بالاستفزاز من بالأزياد من بالمدرد عند الاتمنوا وكمسروا عند الحدو ونياتهم كمسروا عند الاتهالي لكن فجأة القريش خيانات وتدبير ومكائد ولي ودو قلهم ونوو قلهم قل حارب بو دوام وقل شان يقضوا عليهم وقل أنتهمونهم لحسب علو فمنها أنهم كتبوا إلى المشركين ومن الهيني إذا أمبتوا عندك كتبوا القريش ومشركين دي بمكار هاللو كتبوا ديوام بيهلوام ومجمع عدلوام باكمل هاللو أفقركم هوا من قبيحنا قاعد لكم وانسكم غلنسات واجنينسكم غلنسات وعراتكم غلن يبيحتو وقاتلوهم وافقورهم وطرادهم وقلوا بيهلوام ولي وديكم من قبيحنا انتموهتوهم قل المسلمي أفقركم من قبيح قل نظماتاتو بيهلوام والنبي صلى الله عليه وسلم اجتموه عمد انتم قريش فاني شاب يثرب فكروا لنبي صلى الله عليه وسلم وقل لحاربو وقل لداريوغو اجتموه عمد انتم النبي صلى الله عليه وسلم مطأ يوم كامكر يوم وانسح يوم واسأل يوم صلى الله عليه وسلم فمنها انهم كتبوا الى مشرك يثرب يحردونهم على قتال المسلمين واخراجهم من المدينة ويهددونهم بقتل مقاتليهم واستباحة نسائهم ان لم يفعلوا ذلك وفعلا قام مشرك يثرب لينفذوا ذلك ولكن اتام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعذهم ونصحهم فكفوا عما ارادوا من القتال وتفرقوا ومنها ان سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الاوس ذهب الى مكة معتمرا فطاف بالبيت ومعه ابو صفوان امي بن خلف فلقيهما ابو جهل فلما عرف سعدا هدده وتوعده وقال تطوف بمكة امنا وقد اويتم السبات اما والله لولا انك مع ابو صفوان ما رجعت الى اهلك سالما وكان هذا اعلانا عن سد المسلمين عن مسجد الحرام وعن قتلهم اذا وجودوا في حدود قريش سعد بن معاذ زعيم الزعيم الاوس على سكما كيسا قلقوا بعمرات وطواف عنده ودي ومسلوس صفوان بن امي بن خلف على اه فلاقيه هما اللي ابو جهل توك يعني توك صادف ويوم وطرع يوم وبيليو قل سعد انتا دي بمكان انصر امن انصر امن انصر اطاوف هالليك ولمنينة لا يعني لا اسلم السبات يكستبيا المسلمين الوم عنده اوياكم الوم عنده يعني انتا حقافكم وطنباقكم هاللو واتمدلكم من ابر هاللو ودي بحقية هاللو الوم عنده ناصركم دي بانصر انتا امتا كمصر حذيكت اوفالليك والله يباك اللي ابو سفوان من ميت علي واروح تكاس هالو ويعبال كبيلي وإله يعني اشارة على المسلمين اه كم نرادو مقلي كيفو اطواف قليدو كمسل قادرت اطأمرت ومبالي هما برضو يعني دي بحدود قريس ركبون من قبي قلي قاعدو لوم وقل قطو لوم كمسل نوها اللو والاشاعير اللي كلو ازيهر قبقى يعني من اللوحر لكعب اطواف مجال وكمان قاعدو لوم ومار دي بحار ودي بحار وقل اتوم سلام اه كمسل الاشاعير زهر من اللي اه يجيان ابو جهل مثل سعد بن معاز رئيس نايل اوس ومن مدينة قايز على سق مكا وكانت لقريش سلة بيهود يثرب وكانت اليهود كما اثر في الانجيل ومسلة يهود قريش علاقة على داقلوم لتواصل على وصلة على داقلوم ولكن كم دي بانجيل تذكر عن المسير عليه السلام منهم يهود حيات اولاد العفاعي فكانوا يقومون بنفس الاحقاد يعني توم لشغولهم كل شغول ناي اراويت وشغول ناي عراقب وشغول ناي زواحف لو الدول اكيد كان شغول الاروي والليت هاتهم لو الدول علو والليت يعني والليدي با كتب الانجيل زكرة عن سيدنا عيسى عليه السلام واهتم لحقاد ولدقائن لقديمة لاشكال لمشاكل بادير لقبل علينا بوتات والسنين الحالفة فنجيلاء الاوس وفنجال خزرج الو الدقبو وتحريشات ودقبو وإسارة ناي فتنت وناي قلاقل وناي اضطراب قل حسل دي با مدينة اللي اللي حاول علو ولكن بإعاز وشارت منا وحركوت وفتنة ناي قريش وتوم نتواصل عليه كما أثر في الإنجيل عن المسيح عليه السلام حيات أولاد الأفاعي فكانوا يقومون بنفس الأحقاد والدقائن القديمة بين الأوس والخزرج ويحرشونهم ويحاولون إثارة القلق والاضطراب فيما بينهم وهكذا أحاط الخطر بالمسلمين في المدينة من الداخل والخارج يعني هذا لا خطر ولا لي من جوة اللهم ليهود ولمشركين بالزبزب وقال أول يهود كمان يعني فتنت وتحريط في إنجيل أو أسوال خزرج حاولوا ومنبر قريش لهم ووصل الأمر إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يبيتون إلا ومعهم السلاح أني خلاص حد بطروا من اللوحر بيلو يا أخي نعرف حتنان يا قب كل كل لالي أوروك بسلحون ونطميه والنبي صلى الله عليه وسلم كمان العقوب علو واستمحم الى سلاح التواكم من عتعد هم من عتعد وكان يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله سبحانه وتعالى والله يعسمك من الناس والنبي قال العقوب علو حراسات ود علو وفسلحون من اتنو علو والنبي يعني الحر العقوب والحروس علو لكن الله سبحانه وتعالى حقو إلا آياتك الذي بسورة المائد الاخم سبعة وستين والله يعسمك من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللوح للنبي اليوم يا أيو الناس انصرفوا عني فقد عسمني اللوح عز وجل عنا رب العسمين من نأذيتنا يقولهم قريش لقبولا يهود أو مشركين حتى يتفردي بيه وخلاص جيسمي بيليم النبي صلى الله عليه وسلم وحراسات يحد ين بيليم وابلا الحلقة التي بقلها كل ستالات إن شاء الله دي بحلقة ستة وتمانين مشروعية القتال ديو انتها قيتو واسقلها انبطيح دحنو أمان وسلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة